قالت أوزجياغيز الذين اعتقلهم الصحفيين في إيتي لير إنهم يعملان بالجل ويذهبان دائما للتسوق لأن هذا اليوم كان عطلا انظر إلى زواج جوك بيرك ديميرجي من فريق الصحفيين والذي كان سؤالهما متى سيتزوجون كيف استجاب الزوجان لهذا السؤال أوزجياغيز ما الذي يؤثر عليك في الجنس الآخر قالت أجد أنه من المغري للغاية أنه شجاع أن كلمته لا تبقى كلمات وأنه شخص يمكنه التمثيل تاقته الحيوية مهمة بهذا المعنى وهو الشخص الذي لديه غريزة عالية للبقاء والذي يمكن أن يخلق ظروفه الخاصة لكن أيضا يمكنه البقاء على قيد الحياة قالت في حالة حبها لجوك بيرك ديميرجي هو جداب للغاية بالنسبة لي وردت أوزجياغيز التي طبعا تحب جوك بيرك ديميرجي كثيرا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت تفكر في الزواج قالت أوزجياغيز نحن معا دائما كما لو أننا متزوجين وقريبا سأوقع على ورقة الزواج تحددت الممثلة أوزجياغيز عن كثب فقط مع المشاريع التي لعبت أدوار البطولة فيها ولكن تكلمت أيضا عن حياتها الخاص وعن مستقبل حياتها المهنية شارت أوزجياغيز إلى أن هذه الملاحظات لعبت بطريقة مختلفة قالت عن تمثيلها لصفة ممثلة إن أعظم مادة لديك هي نفسك بالفعل حيث قالت ليس لدي أي مادة أخرى غير نفسي لذلك أحتاج إلى دمجي المواد التي أملكها لنفسي مع ما جربت حيث قالت ليس كل شيء مخططا بالتأكيد وأشارت أن زواجها بجوك بيرك دي ميرجي لم يتم بعد بسبب كثرة الأعمال التي تلعب في الأدوار الرئيسية لذلك نعتقد أن زواجها بجوك بيرك دي ميرجي سيكون قريبا ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو ودعا